ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهار ده جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينقول اعجابكم ويالله نبتدي نعمل الفطار كده بتاع البت ففة لما بكل واحدها بتبقى مسكينة يا اما مسكينة بتعمل الفطار كده مهم حلو حلونا يعني بحاول بحاول على قد ما اقدر اخفف من اكلي والله يا ولاد ساعات و ساعات يعني ما كدبش عليكم ساعاتها بقى ملتزمة و ساعات افتحها على الرابع ما عرفش هقفل ممكن اعود جنب التلاجة كده افتحها واعد جواها كده اتدفة فيها المهم بقى ايه ما تنسوش اللايك كده والكومنت الجميل والاشتراك في القناة كده لو لسه ما اشتركتش معايا وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوكم كل جديد ان شاء الله روتيننا النهاردة روتين خفيف كده وطبعا احنا مزبطين الدنيا كلها مع بعض في الفيديوهات اللي عدت فكان روتيني النهاردة الحمد لله خفيف بس قلت ايه يعني اصور يومي معاك وكده زي ما انتم بتقولولي وربنا يخلكوا لي الناس اللي بتقول لي وفا ما تحرمناش منك اصوري اي حاجة المهم نشوفك ربنا يكبر بخاطركو يا رب النهاردة انا كنت بفطر لوحدي وانا نادرا اليومين دول لما افطر لوحدي لاني ساعات زياد معايا ساعات هانا ساعات ابو زياد كده يعني وفين وفين بردك لما بنتجمع بس بيبقى معايا حد انا كنت النهاردة انا الوحدي اا كان زياد نايم انا في الدرس كنت كانت زيادنا على الحضانة فمضطر ان انا افطر لوحدي فطرة الفطرة الغالبان اللي انتم شفتو ده اا المهم بقى ايه قلت احضر لي كوبية القهوة بتاعت الامر كده عشان نرتب كده الدنيا اللي برا ديت ونزبط التزبيت وزي ما بقولكو بحاول خفيف اكلي بص انا اقولكو على السر يا جميع انا بحاول اخفيف اكلي بالنهار وبلغبط الدنيا بالليل والله العزيب بالليل دوري عليها تلاقيني خبتش على بيب التلاجة افتح لك فانا ما عرفش انا بس رح بالليل بعد للفجر فبتلاقوني بنسى نفسي المهم بقى كده اللهم صالح على النبي خرقت حطيت كوبية القهوة الامر اللي من غير وش ديت زي يعني استغفالله العظيم يا رب كان طعمها ميعلب بله ربنا بس تشربتها بس هنا ديت يدوم كوكة بقى مطرح ما انا كنت بلبسها للحضانة والشقة هنا كانت مكركبة شوية فقلت هزبطها كده على السريع لكن طبعا ممسوحة ونضيفة والدنيا تمام التميم بس طبعا ما شاء الله ربنا يخلي مطرح ما كانوا آآ قاعدين وكده وده ازدال الصلاة والمصلية بتاعتي والكلام ده كله المهم هاخده يدوم كوكة كده هروح احطها في الجردل لاني لسه عندي غسل كتير هاخصلوا معيكو المهم هنا كنده جات لي الحمد لله بالسلامة ولازم انتعمل لنا العشرة بتوحها دول بالذات لما يكون بسورها آآ فقلت لها يلا بقى غيرلك وكده عشان تكمل فطرها لان هي بترجع لما كن مثلا ما ديها اكل بترجع بنصفه مش بتاكله كله المهم ببقى اول ما بتيجي لها بتاعتها بتوحشها هنا شافة كانت بتعمل لنا استعراضات ايه انا مش عارفة امم غيرت لها كده على طول وهنا قاعدت تلعب باللعب بتاعتها ودخلت عشان اشغل على الغسيل اهم حاجة اخلص من الغسيل ده مسكت بقى الغسيل كده آآ قلت احطه كده دوره الاول وبعد كده هشوف اللي وراي طبعا انتو شايفين شوية الموعين الجمال اللي جانب دون ما تقلوش انا مش اخسل معكم موعين ولا هدايكو في الفيديو ده انا كنت باختصر كده زي ما بيقولوا اهم حاجة كان عندي في اليوم ده اني انا امسك الحمام بتاعي اصبينه تصمينه حلوان وكمان بتاعدي البلكونة مسحة وانشور انا كنت ايما يومي هو عبارة عن كده لكن الدنيا كلها كانت زي الفل وبسيطة يعني الكركبة كده اللي هي البسيطة طبعا انا الحمام غسلته وخليته زي الفل كده بالكلور وريحته جميلة من غير ما اصور مش اكذب عليكو عشان ما حبيتش ان انا اصور زي ما بقولوكو على طول الحمام دايق فانا فين وفين لما بصور لكو يا جميع ما هو لنا للتليفون في الحمام لنا للحامل مين فينا اللي يخش حامل التليفون ولا انا الحمام صغير بيدين جدا في التصوير المهم حطينا دورة الغسل بتاعتنا الامر ديت ويستبتها كده تشتغل معنا بساها وبين ما شوف اه الدنيا ايه ورايا بس كده اتخرجت هنا انا زبطت كل الدنيا زي ما انتو شايفين اهو ولمعت كل الترابيزات وخليت الدنيا زي الفل وقلت هشغل بس المكنستة معيكو طبعا بحاول بقى ان انا ايه يعني امشي ورق دي كده زي ما بيقول انا مسحة ونظافة وهدى حيل اليومين اللي عده فنمشي شوية بالمكنستة بقى كده ونزبط امورنا اه طبعا الفيديوهات الفيديو اللي عده عايزة بس اقول لكو على خطأ كده حصل والله اول مرة تحصل في حياتي انا يعني حصل معي مواقف كتيرة اللي هو ايه ممكن اصور فيديو واتمسح مني اه ممكن اسجل فيديو وسطوتا لقيه اه مش موجود ارجع عيد الكلام ده كله من تاني لكن اول مرة ان انا اسجل فيديو فيديو اللي هو كان فيديو الاخير اللي كنت عاملة في الاكل وكده ولقيه بعد ما نزل دخل على فيديو تاني وهو هو نفس التسجيل اللي لمسجل على فيديو الاكل ازاي انا مش عارف انا يا جماعة شكل يتشوب ده بيحاول يحبطني وبيجنني ومش عارف يعني يخليني اسيب الشغلان ديت ازاي اصلا انا عاد تقول دعيب منتاج طب ازاي ما انا شايفه في المونتاج ازاي ما انا شايفه الفيديو ده كده في المونتاج وبسجله ما دخلش على فيديو تاني خالص نهائي طيب عشان انا اكد لنفسي اه طبعا احنا عارفين الكلام ده بتخش تاني يعني قبل ما ما المنتجه كده يحزفه اه دخلت على فيديو تاني لقيته موجود رحت عايته تاني من اول جديد انا مسجلته وشوه متسجله جاهز بس ساعت تاني تحميله بعد كده حملته نت قلت سبحانك يا رب بس اقولك على حاجة كلها اسباب هو ما كانش ليه نصيب مبارح ينزل في معادة الساعة تمانية مش فاكرة انا نزلته الساعة تسعة ونص عشرة كده فقلت ده دي حاجة بقى من عنده ربنا او انا مليش نصيب ان ينزل في معادة فقلت الحمد لله حتى لو ما كنتش هنزله في نفس اليوم عادي كنت هنزله تاني في تاني يوم وكنت هفهمكو ايه اللي حصل فانا طبعا بعتزرلكو والله على اللي حصل ده بس طبعا بشكر ناس كتير منكو ناس محترمة جدا انتوا عراسي من فوق والله العزيم بس ربنا يخليكو لايه كل الناس اللي كتبتلي في الكومنتات وفاء انا شفت الفيديو عشان انا طبعا نزلته الساعة تمانية اه لما لقيت فيه غلط رجعته حزفته بعد ما حصل عليه مش عارفة يجي خمسين مشاهدة ولا ستين حاجة زي كده فقلت مش مشكال يعني مش حاجة يعني اه فكتير منكو شافوه رجعته ما نزلته تاني وقلت له يا وفاء احنا رجعنا شفناه الساعة تمانية ولما نزلته اه شفناه تاني عملنا لك مشاهدة تاني شكركم جدا ربنا يجبر بخاطركم يا رب المهم بقى حبيبي كده اه طبعا زي ما قلت لكم كده انا رتبت مع نفسي وكناس تبست الارضية معاكو كده وزبطتها وعدلت الدنيا كده هنا اهو خليت الدنيا زي الفل قلت يا بيتي فوفة بس محتاجة ايه في الجو الجميل ده والشاقة نظيفة كده وبتشافي وتريف تبخري وتخمسي وتعطري يلا يا بيتي فوفة جبت ياختي عودي البخور من هنا والمروحة حلفت ان انا ما شغله من هنا قلت لأ لأ بسه اقول لأ لأ مش عادش تقومتي متنرفيزة انا كده متنرفيزة روحت قفلت المروحة وروحت اقالها يعني هشغلك هشغلك البخور ده ريحته جميلة قوي 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 ريحته خطيرة انا مدايق ان هو اقرى بيخلص لما بجيب نوع بخور كده وبيبقى ريحته حلوة قوي ببزع لنا وهو بيخلص يعني لاني ساعت اروح اجيب ملاقيه ازاي بالظبط علي اقع نوعات تانية فرحته خطيرة يعني ممي سبته كده يعطر كده بخاري وعطاري خميسي امر يا بيت سوتي كروان كروان بس لا تتنزري يا نظري المهمة بقى قلت هدخل كده نظف البلكونة اللي ما بتنظفش في سنتها اللي ما يعلم بيها اللي ربنا ديت قلت كده ايه كنسة كده على السريع بصوا الجزء اللي هناك خالص في البلكونة ده بيجمع تراب مش قادر اقول لكم اهو بصوا بصوا انا بكنص تقولوش حد ابن الجنان بيروش علي التراب كده من فوق ممكن اقوم اكنصها معاكو تاني يوم تاني ولا ما حتلاقوا نفس الموضوع يعني نسيبكم من المشانة بتنزل ماشي شوية حاجات لكن شفتوا التراب اللي في الاخر حاجة صعب السلم والبلكونة عايز اللي هم ازيلة عارفين الشقة دينا لو اغدعتها مليك اه كان نفسي افتح البلكونة ديت واخلص اه والله العظيم لو اني بيعود يقول لك بقى بتنفعك في حاجات كتير بيت انا حاطيت شوية فنيك كده مع الفتلة بقى المبلولة ديت وديتها تلميع كده وريحت البلكونة ما اروعك بقول لك عايزين افتحها افتحها كده على القوضة منها اتوسع القوضة لو لو انا كنت اغدعت امليك يعني فمش امليك مش هنلعب في حاجة نحترم نفسينا ونفضل زي ما احنا لحد ما ربنا يتوب علينا من هذا المكان خالص فكنت اقول لك ايه اه 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 لو كده كنت اعملها قلمتان وافتح البلا وافتح بقى البلكونة على القوضة منها واسها ومنها اخلص من البلكونة دي انا ما بحبيش البلكونات عمات تانيان لاني ولا بعود فيهم ولا بوصي منهم ولا بحتاجهم في حاجة غير ان انا انشر فيهم وبس فحتى لو عني شبك كنت انشر فيه وخلصنا انا اصلا ساعات في الشتاء اه كان عندي المنشر اللي هو بحطه ساعات في الشقة ده كنت ممشي معاكو في الشقة كده اللي هو الداخلي. ساعات في الصيف وفي الشتاء بنشر عادي جوه في الشقة. انت مجرد بس ما اتحطري كده الغسيل بالمعطر. بيبقى ريحته جميلة مجرد ما ينشف عادي وبتشليه. المهم بقى نشرت الغسيل كده وزبطت دنياتي وطبعا المطبخ انا صابنت المواعين برضو خليتها تمام. لخصت يعني معيكو. حبيت بس احمسكو كده. انا كان يومي كده الحمد لله بسيط. بس قلت برضك احمسكو كده الناس اللي بتشوفوا الفيديوهات تقول لي هقوم اعمل هقوم ازبط الدنيا اقومي يلا. امي كده ايديك في الشقة اول باول كده عشان تخص يا اختي كده وتنزلي الدهون اللي عندنا ديت يا اختي. احنا طبعا في الصيف ده احنا كلنا يعني مش هادر اقول لك يعني يعني بقى خارجين من سونا. احنا في الصيف ده استوينا. استوينا على الاخر. هنا انا كنت بعمل ايه? وانا نطيت كده ليه على المنشر? كنت اه بشيل بتاعة ديات الطرحة. اه هنا يوم الحمد لله على كل حال. المهم بقى خلصنا الغسل بتاعنا كان عندي دورة محترمة شفتوا? دورة محترمة ازاي? دخلت طبعا عايزة اقول لكم ان انا مسكت الرخام ده انا نضفت تنظيفة حلوة زي ما انتو شايفين كده? وهنا الموعين اتغسلت والحوط زي الفل اشتا اشتا اشتا. قلت بس هشيل معاكم الموعين. معليش يا جماعة? نعمل حاجات بسيطة يعني مش معقول كل حاجة عاملها الواحد دي كده ما ينفعش. تونسوا معي برضو. يلا بقى ايه? احنا دخلين في ديقة الاتنواشر. حطي اللايك لو نسيت اللايك وكومنت امر منك كده. آآ مبسوطة من الناس الجداد اللي اول مرة اشوفي الكومنت بتاعها بس ما عرفشو هم جداد او هم كانوا معي من الاول ما عرفش بس الكومنتات بتاعتهم جديدة علي يعني. النقطة دي جديدة. المهم فرحان انا ما اشوف الكومنتات بتاعكم جدا. ربنا يا ساعدكم يا رب ما تحرمش منكم ابدا ابدا. ايه بقى اللي كان فاضل في المطبخ? حاجة بسيطة خالص. البتجاز. قلت لأ. لأ مش كل حاجة عاملها مع نفسي برضو ما يصحش. قلت يلا يا بيت يا فف. انا من ساعة ما طبختي معيكم وعملت الاكلة على البتجاز ومش متبهدل اوي بس. انا مصبنتوش. فمش عاجبني. لما عطوا كده بالفوتة مجدبش عليكم ما كنتش قادرة ان انا عملو. فقلت خلاص انا زبطت المواعين مع نفسي كده. وعلى استرية وانا واقفة كده وريقة. فقلت ازبط معيكم ايه? آآ البتجاز. هنا بقى الحوامل كده مسكتها صبنتها وخلتها فل امر امر يا ناس. عشان بعمل البتجاز اول باول. فالحمد الله هو مش بيبان علي بقدلة مهما اقول عليه ايه? متبهدل. انت بيبان علي قوي لما اغلي لبن ويفور. ويفور ويتغلغل ويتطور ويتهاء وينهار. اسكت اشان انا من ساعة ما اللبن غيلي وانا بحاول بحاول. انا كل لما كنت بغلي لبن لازم انا افور. فبقيته فين وفين لما افوره? ليه بقى احترمت نفسي. اللبن غيلي. فما فيهش يظهر يا موم اشوف كده اللبن بقى بكام دلوقتي. ما يصاحش. فبقيت لما اجي اغلي لازم اناقف جنبه. واركز معي. فين وفين? يا مش هولوك على طول. لا فين وفين. سعب بفوره برضو. بس مش كتير زي ما كنت بعمل الاول. المهم جبت بقى صابونة كده من الصفرة اللي انا بعملها معيكم. بقال كتير ما عملتش الصابون ده. بس لسه والله عندي شوية. مش عارفة قاعد كده ما بيخلص. بس لما بقى لكتير ما حدش خدمينه. يعني كنت بدي بقى لأي حد يجي لي. اروح لحد من الصابون ده بيحبوه قوي. فبقى له فترة قاعد معي. انا شايلة ريتل زيت مستعمل. قلت خلاص في اخر حتة الصابون اخر كطع يعني. هعمل معيكم بقى ايه? صوق كده حلو محترم. عشان نسرب جدد معينا. اللي مش عارف يعمله ان شاء الله ويعرف الطريقة. هنا بقى قلت صابين كده البتجاز بتاعي كانش يبصر. انا كده بالنسبة لي ده متبهدل. هو ملطش بس حاجات بس بسيطة. بس معلش نهتمي بيه كده اه مش كده. الناس بقى اللي بتقول لي يا وفاقات البتجاز جنب الحوض. يا بنتي حط البتجاز جنب الحوض. معلش يا اختي ما انا حبا كده. انا حبا كده النفسي تستحمليني بس انا حكتي ومرتحالها كده. زي ما بتكنوني بحاول اقنعكو برضو يعني انا انا حبا كده عارفين ليه? كده انا عارفة اقف وعارفة صور. ما انا جبته جنب الحوض في مرة واردكو. وطبعا كانت شغلانة عشان ننقل الغاز. ده الناس اللي فاهمة اوي فاهمة ان الغاز ده شغلانة عشان يتنقل. جزء اللي بيعمل الموضوع ده. فمعرفتش ان انا صور لكم. مش عارفة صور. كده بقى عارفة صور. يعني احط الحامل بتاع التليفون جنبي. اللي هو القصد. كل شوال لكم الحامل. بتاع التليفون. وانا وقفة جنبه. لكن لما يكون تحت الشباك مش عارفة خضراتي في التصوير انا جربتها والله. هنا بقى للسلة دي انا كنت غسليها. وستها تتصفى. وطلعت طبعا الكيس اصلا الرمول الحمد لله. ما بحبش يكون عندي زبالة اول باول. فين وفين? لو قعدت يعني عندي عشان ما اكدبش عليك. وسعيد. لكن بحب كده الدنيا نضيفة اول باول كده. ماما قلت بقى هكونوا صلى المطبخ. وزبطوا. وابخروا. وعطروا. وخلي الدنيا تمام التمام. هنا بقى كناست كده. وزبطت كده على السريع. جد عبتت يا ففة. اللي نور حفظ يا بيت عشاء انت طالع عينك فيه. انا نفسي في المساقعة يا جماعة بتوحل. انا بتوحل. والله نفسي في المساقعة بقى لي كم يوم بس انا ابني مش بيحبها. فهو اللي بيخليني ساعات ما فكرش فيها. كلنا بناكلها معدد زيت. احنا اصلا يا جماعة مش متفقين على حاجة كلنا. اولا اللي يحب ده التاني ما يحبهاش. اه اللي بيحب ده التاني ما يحبش ده كده. مش كلنا بنتفق على حاجة واحدة. هو دعيبنا. انا بقى حاطت شوية اتفنيك ايوة يا بيت يا ففة. ايو. اخار يا بيت وعطاري وكده عمل نفسك فيه. المهم بقى اهمسكت تحت الحوت كده. اهو بالفتالة. لمع كده على طول خلي الدنيا نظيف عشان انا بحب بقى ايه بعد ما لمع التلمعة دي. والمطبخ كده يتهوى قوم فتحها شباك المطبخ. وقوم مسكة بقى قفليه. ليه بقى بقفله? عشان بيطرب للدنيا زي ما انا قلتلكو قبل كده. وكمان انا حطى طرب وفاتح تحتيه. فبحب بحافز على ما اضفت الحاجة كده وجملها. خليت الشقة زي الفل ورحتها جميلة. بره بقى قوضي البخور عمال يبخر وجوها بيت وفقة عمالة تدي بالفنيك. لا عملت جو منعش. ما قولكيش. عملت جو آآ مفحفح كده ما قولكيش. بصوا ما تضخي. بصوا بصوا اللي اهتمام كده. اهو بس موضوع بسيط خالص. المهم ببقى كنافة بتاعتنا اللي احنا عاملينها من بارح. يا وفق ما كلوهاش ليه? طب انا عامل ايه? كلهم ناموا. شربوا العصير وناموا. قلت بس نحل بها تاني وبدلا ما يفضلوا يضغطوني وعمليننا حاجة ومش عمليننا حاجة. لأ وكن ده اللي بقى لها شهر مجنناني على الكنافة. يا ماما انا عايزو كنافة عايزو كنافة. اخدت حتتها يعني كالت معلقة كده صغلا ورجعتلي البقى. قلت لها هو ده اللي بقى لك شهر واجعة دماغي عليها. طبعا احنا بلحب ناكلها كده باللبن. فقلت يلا نحلي بقى بعد الروتيني الجميل ده. بسو كده كنافة بتاعت البت وفق. حلوتك يا بيت. حلوتك. حلوتك زايدة حتة يا بيت يا فوف. طبعا هعود ارد على الكومنتات بتاعكم الجميلة. وانتوا عارفين انا بحب ارد على الكومنتات. انا فين وفين لو ما ردتش ببقى فعلا فاصلة او مش قادرة بيبقى غصب عني لكن انا بحب والله ان انا قدركوا. طبعا قلولي بقى ايه رأيكم في الفيديو كده. هنا بقى مسكت اللبن كده سخنته وروح تحطلهم لبن. واقول لكم بقى ايه? ايه? اقول لكم ايه? انتوا عارفين. اقول لكم عالف سلامة واستظروا ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامة.